زي ما احنا شفنا قدام حضراتكم ملخص فوز الاهلي على الزمالك في ملاعب الناشئين من الاتناصر انا حضرت المباراة من الاول هحكي لحضراتكم الكواليس اول حاجة الاستقبال كان اكثر من رائع من جانب النادي الاهلي لجانب الزمالك الود والروح ما بين الفرقين كانت اكثر من رائع كابتن محمد حلمي رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك كان موجود في الملعب كابتن وليد سليمان كابتن احمد ناجي كابتن باد رجب والاتنين والناس كلها سليمت على بعض اللاعبة كمان بعد انتهاء المباراة رغم وخصارة الزمالك لعبة من هنا وهنا كانت الروح جيدة جدا حتى كان موجود مسؤولين واعضاء مجلس دارة من نادي الزمالك علشان كده حبيت انقل الصورة كابتن طارق مجدي التحكيم كان برضو رائع في المباراة حتى زي ما احنا شفنا في منخص المباراة تم احتساب ركل الجزاء صحيحة على النادي الاهلي تصدى لها يات تامر وكانت واحدة من الصدات المهمة في اسناء سر المباراة شفنا كمان هدف محمد عبد الفتاح تاحة ياريت نعرضه معانا دلوقتي محمد عبد الفتاح تاحة ده الهدف ده كان في الديئة تلاتة وتسعين بلاس تسعين في الوقت هنا الوينج ليفت عده قدر يرفع عينه محمد عبد الفتاح تاحة قطع على العرضة الاولى وراح شايفين القطع هنا قدر يسيطر على الكرة ويحطها بوش رجل الخارج هدف حلو هدف فيه وعي هدف فيه تحرك والهدف ده في السواني الاخيرة في المباراة حتى يعني بعد المباراة يعني المدير الفن نادي الزمالك واحد من المدربين المحترمين وقدم مباراة رائعة يعني حصل حوار ما بينه وبينه قال لي انتوا ازاي كسبتوا في السواني الاخيرة دي طبعا روح النادي الاهلي وكانت الروح جيدة لكن ده هدف من الهدف الحلوة لمحمد محمد عبدالفتاح تاح ومنتظرين شلال مزيد من فريق الفين وسبعة ويكون ايضا كمان مشرفني النهاردة كابتن اسامة زاكي المدير الفني وهيبقى فيه الجزء التاني